بداية من هو الثعلبي؟ ماذا قال العلماء في الثعلبي؟ الثعلبي قال فيه ابن كثير رحمه الله في تفسيره في الجزء الأول في صفحة عشرين قالوا تفسير الثعلبي حافل بالإسرائيليات طبعا ابن كثير كما ليخف عليكم يقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام منها ما هو صحيح حكاه القرآن وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كقصة قاتل الماء وصاحب الخشبة وأصحاب الأخدود ومن هذا النوع ومنها ما هو كذب محض كذبه الله ورسوله كقول اليهود يد الله مغلولة وكقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة ومنها ما يرتبط أو يتوقف على الوحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإذا حدثوكم بني إسرائيل عن أنفسهم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم إلا بوحي أيضا يقول ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء 12 في الصفحة 40 قال وكان الثعلبي كثير الحديث واسع السماعي ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير ويقول الفتني محمد الفتني الهندي قال الثعلبي في نفسه كان ذا خير ودين لكنه كان حاطب ليل كما في تذكرة الموضوعات في الصفحة 84 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى وليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث كما في منهاج السنة في الجزء السابع في الصفحة 34 ويقول كذلك في مقدمة أصول التفسير قال كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع ويقول ابن الجوزي رحمه الله ليس فيه أي في تفسير الثعلبي ما يعاب به إلا ما ضمنه من الأحاديث الواهية التي هي في الضعف متناهية كما في هامش سير أعلم النبلاء في الجزء السبع عشر تحقيق شعيب الأرنؤوت قال عنه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والثعلبي هو في نفسه كان ذا خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع قد بالك فيه نقطة مهمة جدا هنا ما ينسبه هؤلاء الشيعة لأهل التفسير سواء الثعلبي أو الألوسي أو غيره كما سيأتي معنا ونبين إن شاء الله هذا كل هذا الكلام من قبل الحكاية لذلك سيأتي معنا أن الألوسي يقول قالت الشيعة لكن هؤلاء لفرطج أهلهم يلتقطون ما يناسبوا أو ما يتوافق مع هواهم فقط ونحن قلنا أن ابن كثير من الممكن أن نذكر عشرين قول في المسألة أو ثلاثين قول ويأتي بقوله هو فينقض كل ما سبق يستدرك على ما سبق ويعلق عليه وهذا منهج ابن كثير في البداية والنهاية والتفسير ولذلك هؤلاء في معظم التفسير الذين قالوا بأنها نقلت هذه القصة هم نقلوها نقلا حكاية عن الشيعة أو نسبوها لبعض الأقوال لبعض من ينتمي للتشيع وهؤلاء يأخذون ما يوافق هواهم فقط المسألة الثانية أيضا في هذه التفسير هناك بعض الكلام قد يلصق إلى مثل الثعلبي كما يقول شخي الإسلام حكاية وهو لا يقول بهذا الكلام أصلا لا يقول بهذا الكلام أصلا ويعتقد بخلافه يبقى إذن الثعلبي كان ينقل أصلا مجرد نقل ينقل كما هي أعمة التفسير من هذا النوع فمجرد هذا النقل يأخذ الشيعة هذا الكلام ويستدلونه بها العهل السنة وهذا شيء عجيب جدا وذلك يقول شخي الإسلام في هذا الباب قال أولا نحن نطالبه بصحة النقل أن يذكر هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة فإن مجرد عزوه إلى تفسير الثعلبي أو نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقونات الصادقين في نقلها ليس بحجة باتفاق أهل العلم وإن لم نعرف ثبوت الإسنان ولذلك إذا أتى هذا الرجل برواية مثلا في إثبات فضيلة أبي بكر وعمر لا نقبلها إذا لم يثبت سندها كما يقول شخي الإسلام في منهج السنة نحن نطالبه بإثباته الحج على هذا الكلام نطالبه أولا أن يذكر صحة هذا النقل أن يذكر صحة هذا النقل قال ثانيا وقد أجمعه على أنها نزلت في علي بن أبي طالب قال شيخ الإسلام وهذا من أعظم الدعا والكاذبة بل أجمع أهل العلم بالتفسير أن هذه الألة تنزل في عليهم بخصوصه أبدا وأجمع أهل العلم بالحديث أن القصة التي رؤيت في ذلك من الكذب الموضوع وأما نقله من تفسير الثعلبي فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبية يروي طائفة من الأحديث الموضوعات كالحديث الذي يرويه في أول كل صورة عن أبي أمامة في فضل تلك الصورة وكأمثال ذلك ولهذا يقولون هو كحاطب ليل وهكذا الواحدي تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيحة والضعيفة وإنما المقصود هنا بيان افطراء هذا المصنف أو كثرة جهله يقصد من؟ يقصد صاحب منهج الكرامة ابن المطهر الحلي ترجمة نانسي قنقر